سازهاني جزيري رئيس مجلس إدارة جارية الملايين الإلكترونية وأيضا رئيس تحريرها مساء الخير يا سازهاني مساء الخير يا سازه عادة كل سنة وانت طيب وكل سنة والمصريين طيبين مناسبتين المولد النبا والشريف وستة أكتوبر حضرت بخير وديما في أفراح وانتصارات وتقدم مستمر إن شاء الله تمام ستة أكتوبر بتمثلك إيه يا سازهاني ستة أكتوبر بتمثل العزة والكرامة للجيش المصري والشعب المصري ككل وتعتبر وسام على تجر الدول العربية التي شاركت سواء بالتأييد أو بفرع رمزية فرع رمزية وكان فيه مساعدات واضحة وضغوط حصلت من الجزائر ومن ليبيا ومن سوريا طبعا على زي ما بتحصل أي حرب ففيه مؤيدين بيتخذوا معنا مواقف قوية بتساعد إن احنا نصل إلى الهدف الأسمى وهو الانتصار مع إن كان فيه طلب مصري بعد الحرب ووقف إطلاق النار بدون أي شروط وبدون أي حاجة ولا حتى تدخل للأمم المتحدة يعني لو إعلان في محاسات الكيلو 101 لو تفتكر إنها تمت كان باتفاق من الطرفين وكان تبادل الأسرة كان الصليب الأحمر بدون تدخل للأمم المتحدة كمان يعني كان فيه حاجات مصر متحضرة فيها من غير ما يتدخل وسيط قوي أو حتى دولي إن هو يقول لأن احنا عارفين القوانين وحاجات عسكرية احنا على أعلى مستوى ودراية بيها وكنا مجربينها من 67 يعني كان برضو فيه تبادل الأسرة في بعض الحاجات وعمليات الاستنزاف والحاجات دي كلها سيد سيهاني يعني القوات المسلحة المصرية فخر لمصر وهي بعد 67 وإعادة بنائها مرة تانية بالعلم والعمل والمعرفة والخطط بدأت تحمي مصر وتحمي يعني حتى كمان دلوقتي مثلا ثروات مصر زي حقل الظهر وغير لكن لنا عايز أقوله إن القوات المسلحة دي منين ما هي الشعب المصري هو القوات المسلحة والقوات المسلحة من الشعب المصري هم مش منفصلين يعني ما قدرش أفصلهم يعني لكن في بعض زي مثلا الإخوان وغيره بيحاول يفصل ما بين الشعب المصري وقواته المسلحة الأول اللي عايز تهنيع للشعب المصري بمناسبة 6 أكتوبر وبعدين نقول للناس إيه اللي هي عايزة تفصل ما بين الاتنين هو القوات المسلحة بتستمد قوتها من الشعب المصري والشعب المصري يحمى ويستمد كرامته وعزته من القوات المسلحة فالاتنين نسيج واحد ما تقدرش تفرقهم عن بعد فضل السيزين طبعا بنهني أنفسنا وبنهني الشعب المصري كاكولت بانتصالات 6 أكتوبر وإحنا دلوقتي في السنة التسعة واربعين في يعني سنة جاية حيكون قادة 50 سنة على انتصال أكتوبر انتصال أكتوبر جاء بعد هديمة في معركة 67 ما بنقولش نكسة بنقول معركة وفي فترة وجيزة الشعب هتك للجيش المصري والاكهدا المصرية ونزل ورفض التنحي وابتدى بناء قوات المسلحة بطريقة أخرى ووصلنا إلى تدمير الدخول الأول في رفع الروح المعنوية بتدمير المدمرة إلاث ثم الهجوم على ميناء إلاث نفسه والكلام ده كان بعد 13 من الهزيمة أو من خسارة المعركة ثم دخلنا في معركة شدوان والحرب الاستنزاف اللي إسرائيل بنفسها طلبت وقف الحرب لأنها ما كانتش قادرة تقابل الخوات المصرية في حرب الاستنزاف وحرب الاستنزاف كما قال كل القيادة العسكرية كانت البروبة الحقيقية لنصف الأكتوبر نصف الأكتوبر بصراحة يعني في نظري أو من وجهة نظري البسيطة جداً لأن يعني كان فيه تحليلات كثيرة بمجموعة من الخبراء العسكريين أنا شايف أن حرب 73 اتبنت على أربع أسس أساسية أول حاجة اختيار التوقيت وإذا كان بقيادة العرقيد أو اللواء صلاح فهمي نحلة وهو اللي حدد المقاد عرض ثلاث مواعيد وكان أفضلهم 6 أكتوبر الساعة 2 لأن كان 6 أكتوبر كان يوم سبت وكان عيد الكبور وهو عيد كبير في إدرانت إسرائيل وكان هنا عندنا صيام رمضان لأنه كان في رمضان والساعة 2 وقت انتقال الوديات بين الجنود وطبعاً قامت الحرب واتنين اللخنسة كان الشمس في عين العدو ده ما بيقولوا فكان فيه صعوبة مع طبعاً عنصر المفاجأة ومع هجوم الطيراء دي أول نقطة النقطة التانية أنه كان فيه مشكلة الساتر الترابي ولي لما نتكلم عليها أنا كنت عايزة آخر نقطة هتقول برضو أنه بواسطة اللواء طلعت مسلم قدرنا نسد أنابيب النبالم اللي كانت مزروعة في قناة السويس مشاركة أن أي حجب هيتحرك كان هيتحول المبالم غاز المبالم كان هيحرق أي حاجة فوق صاصح القناة النقطة التالتة كانت الهدمة الجوية المبارئة اللي محدش توقفها والخداع الخداع اللي عملوا السادات بحاجات كتير تعبئة ثم فضلت تعبئة كذا مرة وربعة فلما يتوقع العضوه أبداً أن يكون هناك هجوم طبعاً هنيجي نتكلم على السادة الترابي وخط برليل السادة الترابي كان بقيادة الرائد سعيسها أو اللواء باقي ذاكي يوسف وهو تخيل هذا الموضوع لأنه هو مهندس أصلاً وكان بيشتغل في السادة العالي وكان دايماً يوقف ويقول السادة الترابي ده لو عندنا في السادة العالي في أصوار احنا كنا يعني امتهينا منه في ساعات قليلة وكانت الفكرة تيجي من هنا وكانوا في اجتماع وابتدى اللواء الذاكي المقروضة هو ما يتكلمش لأن كان اجتماع قادة بيقول أنا عندي مداخلة فقالوا له مش دورك دلوقتي أنت أتكلم في المركبات لأنه كان قائد سلاح المركبات عجبها قال لهم لا أنا عايز أتكلم في النقطة دي حكى الموضوع بطريقة مبسطة أن احنا لو جبنا الخراثيم المية مع وقال إن المشكلة قدامنا وربنا حط الحل تحت رجلينا لأن احنا هناخد المية من القناة وندرب بالبجبوري هينزل كل الاترامب بقوته وبسرعة بالضبط بقوته وبسرعته ولأن هم عايزين يصعبوا على هذا الموضوع فخلوا درجة الميل 80 ودي تقريباً أكدنا 90% يعني بمجرد ما هنظر في المية هتمزل على طول بمداخات قوية كانوا بيستخدموها في السد العالي ابتدوا يجيبوا حاجات مشابهة الراجل يعني قال له اشرح لي مرة تانية شرح له مرة تانية قال له كمان عايزك بعد الابتماع وخرجه قال له فصل لي الموضوع ده وكتبوا لي فرق أزرارة كده كتب قال له طب بالطريقة الهندسية اكتبهوني وخد الحاجات دي وعرضها على أذن عند اجتماع مع الرئيس عبد الناصر ثماني يوم أعيز ورقة مفصلة بهذا الموضوع خد الورقة ورح بيها ده أنا بحكي كبيراً باختصار خد الورقة رح بيها العبد الناصر أنا نجربوها اتجربت ودخل الموضوع السري جداً منعوه تماماً من الكلام في هذا الموضوع خدوا الورقة منه وقضوا له قطع الورقة لعنده ونتهينا اتفاجئ باقي ذاكي يوتيف إن الفكرة اللي هو عرضها هي اللي بتتنفذ لإنهاء الهالة اللي كانت معمولة على أساسي بالتراب فيعني حرب أكتوبر ليها أساسات وليها تفكير والشعب المصري ما فيهش حاجة بتقفضهمه غلاً ما اللي إله حل الحمد لله اتفتحت الممرات وعدينا وكان لسه العدو في الصدمة الأولى للحرب وكانش لسه قادر يعمل سعبئة لأن حتى الإزاع الإسرائيلية فتتوقف في يوم عيد الكيبور فمعقدرش يعمل لأن الساعتها ما كناش ما كناش بيجمعه غير بالطريقة عن طريق الراديو يعني من هنا حصل ناصر أكتوبر وكان كل الهدف إن احنا ننتقل من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية نحط ولو ممر إحنا فتحنا حوالي ستين ممر واتنقلت أخوات بتاعتنا وابتلت الحرب لمدة خمستاشر يوم وأعتقد إن إحنا قدرنا بعد كده نفاوض العدو على أرض صعبة تمام ناصر أكتوبر بيضرر في كل المعاهد العسكرية وبيبخروا بفكر المقاتل المصري وبقوته وبقدرته على التحقيق الناصر عن طريق العلم والتبكير السليم تمام يأتي إن الحرب حققت هدفها عشرة في المية من الهدف الاستراتيجي وهو استعادة الأراضي المصرية بالكامل لكن هي مفتاح المباحثات بعد كده يعني الحرب ما هيش حلول لكل الحاجات لكن السياسة هي اللي بتكمل الحلول رأي سعدتك إيه في الرأي ده يعني طبعا السياسة الحرب شوف ما هو كان ممكن نعمل مفاوضات قبل الحرب لكن مفاوضات قبل الحرب كانت حالتها على أساس غير قوي لأنه هو اللي بيتحكم وهو المنتصر وهو اللي وممكن كان يسيبولك سيناء على 30 سنة يعني كان يقولك على 30 سنة لا إذا كان حدوها لك أصلا لو ممكن يكونوا يدوك جزء وياخدوا جزء ويدوك بس حوالي قناة السويس أي واه تمام ومعرفش إيه واه 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 وبقيت الأرض يدوها للفلسطينيين ولا يتخذها إسرائيل كانت شغلانا لكن لما أنت تتفاوض وأنت منتصر وأنت المتحكم بيبقى فيه أخذ وعطا بثين الدية في التفاوض من هنا طبعا السياسة تبتدي تلعب دورها وإنا عندنا يعني عبقرة بالسياسة حقيقي يعني وقدرنا نسترد الجزء الأكبر من سينا بالمفاوضات والجزء الأخير كانت بالتحكيم الدولي طبعا طبعا حددك قلتوا أن إسرائيل برضو لازم تحجز جزء يعني مش ما تسيبش حاجة كده يعني ولكن بالتحكيم الدولي خبنا طب أستاذ هاني يعني حاجة عظيمة أن نتحول من هزيمة ومعنويات متدنية إلى معنويات مرتفعة وبانتصار ولكن لا نكرر الحرب ودي خبرة المصريين لأنهم بطبيعتهم بحضرتهم هم مسالمين دفاعيين وليسوا هجوميين ودي عقيدة القوات المسلحة يعني نشكر ربنا أن هي عقيدة القوات المسلحة لأننا نعتدي على أحد ولكن ندافع عن أراضينا إلى أقصى درجات الدفاع لأن هي دي كرامتنا وهي دي دولتنا السياسة بقى ننتقل للسياسة وعايز أخش في الحرب التاحنة الآن اللي تحن العالم كله وهي روسيا وأوكرانيا وآخر حاجات إحنا قلناها أن فيه خبراء عسكريين وكتبوا في التايمز البريطانية بيتوقعوا نهاية الحرب في نهاية الشتاء وفيه ناس لأ له لأ وهيبقى باسترداد عسكري يعني الحرب مستمرة إلى أن تسترد أوكرانيا الأربع أقالي من اللي ضمتها روسيا وهي بدأة دلوقتي أوكرانيا في الهجوم على بعضهم من خرسون وغيره وحتى جزيرة القرن برضو موضوعها في الحزبان أنها تسترد عسكريا الكلام ده بيقولوا خبراء عسكريين منهم قائد القوات الأمريكية في التحالف الأوروبي مش كلام واحد تحليل استراتيجي عادي وفيه كمان قائد القوات الأمريكية في العراق وفغانستان وفيه محلل سياسي بريطاني بيقول لا يعني كان معارض نفسه في نفس المقال وبيقول لا الموضوع مش كده لأن روسيا عندها دفاعات قوية وتقدر حتى لو بخسرات برضو مش هتدي الهدف الاستراتيجي العسكري للأوكرانيين بالسهولة اللي وصفها الخبراء العسكريين اللي وصل لكم ايه ومن الحرب دي ايه وهل فيه تجاهل للاعلام المصري للحرب مع انها سبب الأزمة المصرية يعني مش الأزمة المصرية بس الأزمة العالمية يعني الأزمة في مصر وفي كل دول العالم بسبب هذه الحرب آآ اللي وصل ايه وهل ممكن الحرب دي آآ يعني تنتهي عسكريا ولا لازم السياسة تحل محل آآ الحرب لانهاء هذه الحرب اللي بصراحة يعني آآ أنا مش شايف لها مبرر حتى هذه اللحظة تفضل طيب بدون بدون تحيز وبدون آآ آآ يعني زعز حضرتك ذكرت الأمريكان والإنجليز وبعض المحللين السياسيين بأفكار بلهاء في التايمز الأمريكية أنا بتكلم عن التايمز الأمريكانية مش الأمريكية آآ آآ لا أمريكي ما أنا بتكلم عن الأمريكي لا البريطانية التايمز الأمريكية ما قالتش حاجة التايمز البريطانية هي اللي قالي ما هو يعني هي أمريكا وبريمانيا لا ما يعني هو الإعلام الإنجليزي اللي قالي الكلام ده بس يعني ده عشان إعلام الإنجليزي كان عايز حضرتك آآ يعني قولوا الرد عليهم يعني ما فيش مشكلة وأنا حيادي على فكرة يعني تفضع أنا ديمقراطي جدا في الموضوع ولو أدح واضح من المقدمة طبعا جدا طيب احنا عنا بتجيها بادري هاي طبعا 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 أمريكا الشيطان الأرض ده في ضميري أو في ضمير كل المصريين ده إيران اللي قالتها الكلام ده يعني مصري لا طبعا يعني ما ده في معاونة أمريكية وكده يعني ينفعش لا مش الشيطان لا 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 أتحفز على هذا المصطلح أتحفز على هذا المصطلح معلش هي دولة هزمة طيب ويجب احترام الناس اللي فيها يعني أمريكا هي أنا وانت وكل الناس يعني انا لأ امريكا مش أنا وانت أنا ليا يا حبيبي أنا وانت صدق لي لأن النظام العالمي يضم مصر يعني مصر خارج النظام العالمي أستاذ هاني المصر النظام العالمي يضم روسيا والصير لا لسه روسيا عايزة تخرج عن النظام العالمي ولسه أقولها بعد شوي عايزة تخرج عن النظام ده فضل خدت بلك ان jakim مش متعيز جدا لا مش متحيز انا متحيز للنزام العالمي اه يعني اه يعني انا انا بقول انا مع الحكومة انا متحيز اه طبعا انت مع الحكومة لازل تكون مع الحكومة حسن ما في مشكلة ما علينا انا شايف ان الدعاية الامريكية بلهاء بشكل غير طبيعي والدعاية الاوروبية ايضا واوروبا يعني هي اللي ضيعة في الرجلين يعني امريكي قادة تزقنا واخد بال حضرتك واوروبا بتندفع وقالت تخسر في الاخر ليه لان اليورو بقى تقريبا بثمن الدولار لا الدولار عدة الدولار عدة تمان تمان طبعا دي كبتاشها ده يعني امريكا خربت اوروبا بيه خربت ليه بيه خربت ليه ماهو ما احنا بنتكلمه اذا كنتم تتكلم عن الابتصال اليورو لما بدأت انا اقل لا معلش دي استراتيجيات اقتصادية ما نعرفهاش دلوقتي احنا هشرحها بعدين لكن اليورو لما بدأ كان اقل من الدولار عشان كان في الاول انما اقوي على الدولار ولما اتقرر الواضح كان اليورو واحد وستة من عشر من الدولار لا واحد واحد من عشر يا راجب ده ما وصلش واحد واثنين من مية كمان واحد وستة وبعدين نزل واحد وثلاثة واحد واثنين واحد وواحد في الفترة الاخيرة وديك حضرتك بتقول نزل تحت بوينت ناينتو يعني بوينت ناينتو يعني معنى كده ان الاقتصاد الاوروبي في ضياع هو معنى ان يبقى فيه تدخم يعني ضياع فيه تدخم في مصر مش كده فيه تدخم فيه مشكلة سيبك من الدولار يا استاذ عاد خلينا خلينا في التصريح للخبراء العسكرين اللي قالوا دلوقتي القبراء العسكرين دول ما فيه ناس بترضي عليهم برضو فيه قبراء العسكرين انتوا ما بتسمعهمش انتوا بتسمعوا بس صدقوا بترضيزوا الشيء احنا بنسمع كل الاسوات يا استاذ هاني ما انا عايز اسمع الرأي التاني بس من دور انحياس برضو يعني خلينا محللين يعني في النص قولتا بديني فورسة انحز طيب اتفاض طبعا روسيا خسرت معركة او خسرت معركة اتفاجت او اتفاجت اتصدمت او اتصدمت الرأي العام الروسي مقلوب على بوتن انا معاك لكن لما يكون الرأي العام الروسي مقلوب يعني مش عاجب انه هو انهزم في ايه في معركة اللي لا يعرف واخد بالك اذا ده يعتبر ايه يعني يا بوتن اعجل نفسك احنا عايزينك تخلصنا الحرب ده الحرب دي تمام لا يمكن لا يمكن تتصور او التصور اللي عند حضرتك او اللي عند امريكا دي تسخين لاوكرانيا اوكرانيا خربت بسبب امريكا واخد بال حضرتك مش بسبب روسيا روسيا يعني امريكا هو اللي اتعدت على اوكرانيا معنا لازم نقول كلام معقول برضو يا سيزهان طعم هو مين اللي عند اوكرانيا روسيا لا لا معلش وهنا لازم نفع عن الانكل الاستراتيجي بتاعي هو انت عايز تجيب لي الصواريخ نووية تحطها لي على ها تحطها لي على حدود ليبيا وتقول لنا يا عمي يا استاذي عايز اقول بس نزل الصواريخ النووية من اوكرانيا بناء على طلب امريكي وموافقة روسية هترجع تاني ليه مش عايزين هترجع امريكا مش عايزة اي دولة في العالم يبقى فيها نووية يا فانتم هترجع بالنيتو انت يعني متصور من الناس ان هناك تانية تانية دي جهلة مثلا او مش عارفين الدنيا ماشية ازاي قول لي النيتو ضمت اي دولة وحتطلق رقوس نووية فين فين الكلام ده يعني تركيا من ضمن النيتو هل تركيا تحوي رقوس النووية ما حصلش لا بس ممكن في اي لحظة يكون فيه هناك رقوس نووية ولا تنتوي ولا دي سياسة امريكا هديه ادعاءات معلش نعدي نتجاوز الجزء ده فاضل لا 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 امريكا لما راربت هرشيما كانت فيه اي حاجة ولا راح تجاب الصالوة دي اخطاء الماضي وامريكا اعترفت بالخطأ واعتذرت عنه اخطاء الماضي والحاضر لا لا بس امريكا بتعتذر عنه واعتذرت عن هرشيما وقالت مش هستخدم هذه القنبلة الشيطانية مرة تاني وده فعلا قول لي اي حاجة حتى التجارب النووية الامريكية تسمع عنها زي كوريا الشمالية كل يوم صاروخين تلاتة انا اعتقد انه كل كل ده نفس بوش قالك احنا غلطنا لما عملنا لما دخلنا اه العراق وضربنا اه عندهم السياسات ممكن ان تخطئ وتعتذر وتصاحح طب دي ما دي ما دي مش طب يا روسيا بتعمل كده لما تشوف بكرة السين بيعمل كده لما تشوف بكرة ها يعتذروا عن عن الحصر الاوكرانية ولا لا هنشوف مين اللي ها يعتذر خلينا في على ارض الواقع طيب هناك اه هناك بعض الشيء في اه الصفوف الروسية اولا روسيا ما عملش تعبئة عشان بس نبقى فاهمين روسيا لا يوجد تعبئة بروسيا تعبئة جزئية روسيا ما دي اعلنت عنه وكالة روسيا اعلنت عنه ده ده يا استاذي يا استاذي بعد اسمك نقرأ الصفحتين ما تقرأش كتاب واحد اقرأ الكتابين ليه بس فيه لا بس فيه حاجة فيه هروب الروس ورجعوا الى اه يعني اماكن تانية ومن ضمنها مصر مع السياح ما هيجيلك شباب برضو هي فايدة يعني طب ومهد اه دي مالها ومال التعبئة يا استاذي مهربانين من هناك انا نتكلم عن التعبئة في الجيش التعبئة في الجيش واخد بل حضيتك وبعدين طبعا اهلا بالروس هما الروس هما هما اللي كانوا مشغالين السياحة في مصر ده مال الروس والاكران اه اه اهلا وسهلا بينهم طبعا واهلا برضو بالامريكيان لو ييجوا كروا بارك يعني ما احنا بنعبدل ده يعني لو انت عندك دلوقتي على النات في اكسبيديا وان كل الاماكن السياحية اه المصرية محطوطة في السوق الامريكي وده حاجة كويسة وده طبعا اه المصريين اللي عملوا ده كمان هنا كمان القنصليات المصرية ساهمت في ده والسفارات المصرية وطبعا نشكره في اوروبا او في امريك واعتقد ان الرحلات مجرد بس تسهيل الرحلات للغرداء وشرم الشيخ وده خريطة مفصلة بطايم معين لرحلة العائلة المقدسة اعتقد ان السيحة في مصر احنا عايزينها 40 و50 مليون مش عايزينها 10 يعني تفضل ياليت والله مش هتبقى 30 و40 مليون بروسيا هتبقى 30 و40 مليون باوروبا وامريكا برضو تاني برضو انت تاني يا انا مش بقول لك الحقيقة انت ليه بتزعل لا طبعا مش هيدي الحقيقة انا انا بزعل خلاص روح اتم المادر يا سيدي ولا تزعل برحلة انت عايز ان امريكا في كل حاجة مش عايز تعتبر ان امريكا مش مش امريكا مش حدا واحدة يا سيدي امريكا سياسات متعددة وحاجات كتيرة انا بتكلم على التعاونيات السياحة هنجيب امريكا الاقتصادية وامريكا العسكرية ونحطها في السياحة يعني امريكا فيها مليون مصري مثلا لو المليون مصري دول انت قدمت لهم حاجات يروحه ويصيفه بدلا من يروح يصيفه في مكسيك يروح يصيفه في مصر ما ده مكسب ما دول امريكا برضو على فكرة لا 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 دول مصري مصري مهاجر لامريكا حلم عايز يجي مصري ماشي هيعين معاه واحد مسيكاني هيجي معاه واحد ايقستاني هيجي معاه واحد ايراني وهكذا يعني لا حيجي الواحدة والعروة والاني حيدنا لا مش هيجي الواحدة فاجلا اذا اي اغلب المصريين ما هماش كتل هنا ودي حلوة ما هماش كتل يعني كل واحد ساكن حواليه مفيش حد حواليه مصريين كلهم اامريكان من اصول مختلفة فالجئران لما يعني بيبقى اكبر دعاية للنصر انت روح فيين وجيت منين فميقول لهم فممكن يجربوا يعني المليون يجيبوا مليون والمليون التانين يجيبوا مليون وهكذا والله يعني انت متفايل جدا انا متفايل للسياحة في مصر هي اللي اخرج مصر من كبوتها او من ازمتها هي السياحة اه يا استاذ الباردل انت انت بتسألني بس على فكرة فكرة كنت مزيع زمانك انا عارف السؤال وانا جاوب تفضل ايفا خلينا في روسيا واوكرانيا وانا عارف ان الحرب من هنا لازم يقولوا خبراء عسكريين من هنا ويترد عليك بخبراء عسكريين من هنا وانا فاهم ان الحرب مش حل المشكلة اه او انا معاك ان الحرب لا الحرب مش هتقوص طيب سياسة بعدين انا الحرب ما جابتش النتائج المطلوبة النتائج المرجوة واذا كانت اوكرانيا ضربت وخلت جزء في لحظة المال وحتى لو خدت الاجزاء كلها برضو الحرب مش هتنهي بالضبط انها مش بناخد طبعا من الاجزاء ورعة لازم سياسة اه لازم لازم تعرف اوكرانيا بس السياسة هنا بقى على اساس ايه بقى وطلعت اه اللي ديجا مضمونة بس روسيا مش بتخش الحرب كده انا عايز سياسة روسيا لما تخش سياسيا هتقول ايه هتقول ايه انا عايز اعمل نزام غير النزام العالمي هتقول ايه من ده اللي انا عايز يعني ده طبعا ردهوني خليك انت مكان بوتين كده وداخل سياسيا ايه شروطك تفضل اه شروطي ان خلاص الاربع مواقع اللي احنا خدناهم بما فيهم القرن خلاص دون انتهوا دون روسي مرفوض طلب مرفوض طلب مرفوض اهو انا بقوله لك اهو طلب مرفوض انا بقولك حضرابك طب خلاص لازم بصة واحنا هندافع وهنشجع اوكرانيا في الدفاع شوف انت بتتكلم ازاي احنا عن دات الاوكرانيين اللي حيدافعوا ايوة بقولك هنشجع اوكرانيا في الدفاع انتو بتغزوا النار انتو بتغزوا النار يا قتاد احنا بنغزي النار وروسيا بتطفيها يعني طبعا طبعا لا احنا الروسيا مش بتطفي روسيا بتدافع عن حضولها نحن لا نغزي النار احنا عايزين نطف النار لا لا مش بالطريقة دي مش بالطريقة دي معليش بطريقة ايه ايه انا طريقة طيب ده انت قوم ده اول شرط اللي هم مش موافقين عليه يعني السياسة لا تبدأ بالشروط الغير متفق عليها يعني انا السياسة دايما اعرض الشروط او اعرض الحاجات اللي ممكن يتفق عليها واجل العدم الاتفاق ده في الاخر انت بدأت اللي بعدم الاتفاق خلاص التلات اه مش نقل على الترابيزة الاول ونتفاوض انت ضمن دولي ما تجعلهم ثانية واحدة هو في ايد روسيا ولا في ايد امريكا انت لأ لما تيجي تسلحهم ومخطر على اوكرانيا لا لا امريكا ما فيش فائدة حاجة على فكرة غير انها تدي سلاح تولى عن الدنيا مين دي؟ بس امريكا اه تدي سلاح تولى عن الدنيا هو فيه واحد عائل هو فيه واحد عائل يعمل مناورات على في تايوان ويعمل مشكلة مع الصين في نفس الوقت اللي قيمة فيه روسيا تمام ده عمل تقارب ما بين الصين وروسيا عمل ايه؟ تاني تاني عمل تقارب بدليل ايه؟ عمل تقارب ايه الدليل على التقارب ده؟ بدليل ايه؟ الدليل بقى انت هتشوفه في الفترة الجاية ولا حاشوف حاجة وانا بقولك انه حاجة طب انا هقولك حاجة بس ثانية واحدة بس جايبة عن ذهنك بعد المؤتمر اللي حضر فيه الصين وروسيا وايران اه والهند نشوف ايه النتائج اللي حصلت الصين طلقت بتبقى مسؤولة عن اوزباكستان ايه اللي جاب الصين لأوزباكستان؟ ام ملاش دعو مش تبع امريكا؟ خالص تبع الاتحاد الروسي القديم دولة مستقلة تتبع كانت تتبع الاتحاد الروسي القديم او الاتحاد السوفيتي القديم ملاش دعو بامريكا؟ السكر لئه ليرسين قالت كده يا أستاذيك معرفش حضرتك قولي لان هناك مؤامرات من امريكا داخل اوزباكستان الله ابدا هو هي بس انت عايز تخلي امريكا مؤامرات طيب ثانية واحدة بس هقولك الباقيين عملوا ايه؟ هقولك الدول الباقيين عملت ايه؟ علشان تعرف ان التحالف ده هش روسيا رجعت تعمل تعبئة جزئية ومهتمية بالحرب وتغيير قيادات ايران رجعت لقيت ايران ولعة بالمظاهرات طيب يعني الهند بقى اللي هتحارب امريكا؟ فاضل الهند لا الهند مش هتحارب امريكا طيب الهند مش هتحارب امريكا دولة محايدة وبتعلن بالحياد بتاعها من زمان وامريكا بتحترم هذا الحياد لا 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 انت هتحاربها على مزاجك علشان الحياد جاي على مزاجك لا دولة محايدة لما انت تكون لما يكون مريش يد في الموضوع انا خشي ليه؟ ان لما ساعت الجد لا هتوقف هتوقف لماذا امريكا يعني؟ ايه امريكا دي اللي انت تطلع بيها السماء؟ امريكا هي النظام العالمي يا استاذ لا ضد النظام العالمي بس مع النظام العالمي تبقى امريكا ضد النظام العالمي تبقى روسيا والصي على فكرة انت اللي وحيث بالعالم انه متصور كده حتى بايز النفس ومش ما يصدقش الكلام ده يا رأيك بقى؟ بس استاذ هاني انا عايز اقول ان امريكا بتدي فرصة لاي دولة لا لما ثانية واحدة ثانية بس عشان عشان نبقى متفقين على قاعد هل امريكا والمانيا والانجلترا هل امريكا نفت نفوذ انجلترا نفت نفوذ المانيا نفت نفوذ ايطاليا كل دولة بنفوذها واقتصادها واستقلاليتها لكن هم كلهم مدمجين باتفاق في النظام العالمي انا بقول امريكا بس نعمل انواع الدعابة معاك يعني مش اكتر لكن هو النظام العالمي كل الدول دي بيما فيه ومصر انت مفياش دعابة على فكرة انت كل كلمة بتخرج من بقىك انت مسؤول عنه انا مسؤول عنه وبقول النظام العالمي فيه ناس بتقولون ان هو امريكا اا اقول اللي انت عايزه بس النظام العالمي انجلترا والمانيا واسبانيا وايطاليا والمانيا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ودول الخليج كل ده النظام العالمي النظام عالمي متفق عليه روسيا عايزة تخرج برا النظام عشان كده استسنتها أنا مش متحمل على روسيا كدولة روسيا دولة عظمة أحترمها وأحترم تاريخها بل وصداقتها بل ومساعدتها لمصر وأحترم كل روسي لأنها دولة متقدمة منتجة أقول لك عن روسيا لكن سياساتها خاطئة عادية يعني لازم اختلف السياسة معاها مش هقول له أمين في كل حاجة أمريكا سياسة مؤسسات مش رياسة بايدن عايزة أقول لك أنا هو من موقع ده بايدن الأمريكان بيعتبروا أنه مش موجود ثانية واحدة بس ما أنا أقول لك أهو أنا أقول لك يا أستاذ هاني بايدن بايدن بيعتبروا لأمريكان أنه مش موجود سياسة بايدن ده عايز آآ آآ شوية حموم تقوية آآ لا ما تتكلم كلام في المعروف أنا قلت حاجة على بايدن أنا قلت حاجة أنا قلت أمريكا دولة مؤسسات تكدوري على جنب شوية مش رياسة بس أنت مش قلت بايدن بعدها؟ قلت بايدن كأنه ليس له وجود الله ينور عليك طيب أنا أحكم أنا من أمريكا بقولها لك طيب دلوقتي روسيا في الوقت الحاضر نفس الحقيقة أو الفكرة اللي حصلت في الحرب العالمية التانية لما استنت على ألمانيا لما دخل عليها الشتاء وقت بالك وفترسها تدرس بيها وتحرك معها روسيا هي اللي جابت لكه الحرب اللي انتصارت في الحرب العالمية التانية وانا لا أنكر هذا وانا مع روسيا دولة عظمة وتقدمة اتغلبت ما أنا مبنكرش ده يا أستاذ هاني وكلت وروسيا هي اللي جابت استنى بقى المشتة يخش يا أستاذ ونشوف مين اللي حيضر يقاوه ومين اللي حيضر يستحمل يعني هو بس هي الشتاء ده الشتاء ده الدكتور سمير غطاسم سمير جنرال الشتاء ممكن تدي أوكرانيا واخد بالك إزاي الأسلحة اللي هي ما بتحلمش بيها وقت بالحضرتك على فكرة ما معرفوش تتخدموها أصلا لكن ما تقدرش تدي أوروبا ها الأمان والاستقرار والدفع ولا أنت مش معايا ما ده اللي أنا بقوله الحرب مش هتنهي المشكلة ما احنا هنرجع تاني ونقول الحرب لا تنهي المشكلة ولا تضح حلولة الجزرية للمشكلة الكلام بنا أنا قلته يا أستاذ هاني أنا بقول سياسيا أنت بدى البوتن هتتقدم بايه قلتلي بأول شرط هتعجيزي فأنت أنت اللي عايز الحرب بقى لا أنا مش عايز الحرب طيب أنا مش عايز حط الشروط سياسية هتخش من الناس آآ سياسة ما هو السياسة دي للاتفاق مش للاختلاف ما هو بنقوله يا أستاذ أنا شروط أنا كل أذان صغير عدي الحتة الأولانية إنها تحتفظ بالأرض محدش موافق مش مهمي وقع لا إزاي السياسة الأمر الواقع بص سياسة الأمر الواقع يعني هما كانوا عمر إيه لما خدوا القارن يعني أنت بتؤيد الاحتلال أيوة لما يكون فيه خوف على الأرض ده الازدواجية في المعايير يا باشا لا لا لي مش ازدواجية لا أنا لا أؤيد الاحتلال حتى لو من أمريكا أي أي يعني أنا مش عارف يعني أمريكا دي ما احتلت ميت برس أمريكا ده كنت لا تؤيد طبعا طبعا أنا كنت احتلالها ضد احتلالها للعراق والافغانستان أنا كنت من الضد آه وبعلن ده وبعدين عملتوا إيه معاهم نعمل إيه فيه استراتيجية هي أمريكا دولة مختلة طول عمرها مين قال دولة مختلة ما هي طلعت بعد عشرين سنة وتفرج على أفغانستان بعد إيما طلعت آه آه بعد ما طلعت عجبك أفغانستان يعني ما هي دي ساتة شارون يا باشا دي ساتة شارون فاكر لما انسحب من صبرة وشكيلة وسبب الناس تدرى في بعضيها لا هو منسحبش فاكر لما انسحب من غزة وخلى هو أي مشكلة هنجبها آه هي هنا تبقى إسرائيل هنا تبقى أمريكا مش هتبقى حلية يا أصدر أنا ما قلتش أمريكا ولا أصدر بص أقول لحضرتك حاجة حضرتك أنا عارف أن أنت يصار إلى درجة يعني صعبة أوي لكن أنا عايز أخذ نقطة التفاهم معاك آه يعني إن كنا مختلفين فالسياسة تجمعنا الأوكرانية السياسة تجمعنا في إيه بقى آه نقول آه خليك افتراضي آه زمن افتراضي جتد لو تقدم آه وقال أنا عايز آه سياسة هو قاد هقوله لأ هو قاد هو قاد ما قادش وزيلنسكي مش عايد آه زيلنسكي يعني في الأجمير الأوكراني مش عايد طيب عايز أقول لك يعني إسرائيل لما احتلت سينة آه اسمعني بقى إسرائيل لما احتلت سينة إنت قابلت سياسة ولا قلت ما أخذ بالقوة يسترد ما لا يسترد بغيرها طبعا 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 طب يعني إنت لا تؤيد الاحتلال إنت بتأيده ليه الروسيا أو أوكرانيا دا مش احتلال أنا 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 بدافع عن حدودي يا حبيبي دي حجة صدقني إنت ليه ليه جايمها ليه جايمها في المعقل يعني يا أستاذ القاضل أقعد تبتكر أن يعني إنت تؤيد الحرب ولا تؤيد السياسة أؤيد السياسة حلوة أوي يبقى لازم لازم حينما تتقدم بالسياسة بأمور عقلانية قصة يا أستاذ الله يرحمه وقى الجبالي التاني الجبالي كنت تقول لك الوطن ليس وجهة نظر لا أنا مش وجهة نظر أنا بقول السياسة وجهة نظر الوطن عشان كده بقول الاحتلال الاحتلال لا بد أن يلغى وده 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 حاجة من ضمن يعني دي وثيقة عالمية لأي دولة من على جزيرة من على أي حتة من على أي دولة الاحتلال مرفوض أنا استضافت سيادة السفير جمال بايومي الأسبوع القبل اللي فات ولا أؤيد الاحتلال الإسرائيلي بعد 67 للأراضي العربية أو الأراضي الفلسطينية والأراضي الأردنية طبعا لا أؤيده طبعا طبعا روسيا لأوكرانيا دلوقتي دلوقتي اتكرتوا الاحتلال وزمانكم ما كنتون اتكرنا إيه وانت بتكلمني وانا خائد الجيش الأمريكية أنا مواطن أمريكي من وصول مصرية أرفض الاحتلال ده كلام انت بتقوله على إنما لما يكون يمس حريتي وحدودي لا أنا حقفلك وبعدين خلي بالك أن أوكرانيا يعني أمريكا تحتل أوكرانيا لما روسيا تطلع منها والله يشوف انت ده طبعا مش محتاجة لأنهم مستسلمين لوحدهم ده أنا بادع روسيا للانضمام للنيتو إيه رأيك بقى أمه ده بقى الكلام اللي هو مدهون بالعسل ليه بالعكس بالعكس روسيا مدقوة دايما للانضمام للنيتو من أيام خليل بربتشوف والدعوة مفتوحة لروسيا للانضمام للنيتو كلام ما تحطيته التواريخ قبل كده في 62 ولولا هددهم أنا مال بقى في 62 أنا بتكلم من 89 من أيام بربتشوف هو بربتشوف لما كان عميل أمريكي يا رب يلتسن يا سيدي ويلتسن كان واخدها خربانا منه بعد ما تسلب كل حاجات لا بقى يعني كده هيبقى حاجات صعبة أو أنت يا ساري صح لغشة فيك يعني تفضل لا لا هسمعك خلاص هتسمعني ولا هتسمعني لا لا سامعك اهو تفضل طيب الحمد طيب شو الحرب دي هتنتهي هتنتهي بالسياسة طبعا هتنتهي هيكون بعدها مفاوضات والسياسات وممكن يكون فيه كنازلات من الطرفين لكن في حدود الانتصار العسكري الصاحق اللي هيحصل الانتصار العسكري الصاحق بعيد عن شوارب كوريا أوكرانيا لكن قريب جدا من روسيا روسيا متهزدتش من الخفط الأخير ممكن يكون اتصدمت ممكن يكون فيه بعض الأشياء وبعض الأخطاء اللي حصل ولكن ده أمر وارد لكن في الأتبيعة القادمة لا يمكن طبعا برضه وانا قادر أقولك أنه ممكن تكون هيبت روسيا اتحزد بعض الشيء بعض الشيء لكن في الفترة القادمة لا يمكن بوتين يهز إمبراطورية روسيا وإلا شعبه حيشيله واخد بلحظتك لازم بوتين يرجع تاني ل تليه حاطة روسيا وبوتين في في حتة واحدة هي روسيا هي بوتين وبوتين هو روسيا والشعب كله مأيده هناك طيما هي ديكتاتورية هي ديكتاتورية يعني يعني بايدن مش هو أمريكا وأمريكا مش هي بايدن ده عادي بايدن هو رئيس أربع سنين هيدير أمريكا بالسياسات والاستراتيجيات للمؤسسات اللي موجودة رغما عن أنفه يا يا أستاذ الفاضل النظام الأمريكي لا يصلح في أي مكان يا رادن ينفع عندكو بس إنما في روسيا لا بيتمسكوا بالرئيس في الحلقة تانية بيتمسكوا ويفضلوا وقفين ورا الرئيس بتحهم لغاية ما حققوا النظر عندكو مفيش لأن أنتو بلد مبلهاش تلتمائة سنة مفيش الأونك التاريخي نشكر ربنا إحنا بنقفش ورا الرئيس إحنا بنقف قدامه نعم إحنا بنقفش وراه بنقف قدامه لو مش عجبنا نشيله قلوله قلوله مالوش دعوة بالناس قلوله مالوش دعوة بالدول وهو مالوش دعوة خالص صدقني إنت ظلم بايدن إنت تظلم بايدن هو مالوش دعوة بأي حاجة يا سيدي ولا بايدن ولا غيره قلولهم شبه بعض أيوة إنت هم مالوش دعوة لا يصلح لا يصلح أنا ماليش دعوة بيه يا سيدي لا يصلح المؤسسات الأمريكية تصلح ما زخ للمؤسسات الأمريكية بروسيا أوكرانيا يا سلام ليهو البنتاجون مالوش رأي الحقائب الأمريكية الخارجية وغيره دي مالهاش رأي السي آي اي مالوش رأي بي آي اي ده كلام عنده كنتم آه طيب ده أنا بقى خلاص خلينا بالتحليل اليساري لهذه الحرب الغير منتهية خلاص سيبك من اليمين أصبت بالنسبة لك اليمين دايما أنت مختلف معا فمع ما أعددت لك هجملي اليسار زي ما هو أوروبا أوروبا هي اللي حتضغط بعد كده خلي بالك أوروبا هتعمل ايه هي اللي حتضغط عشان تنتهي هذه الحرب هتضغط ازاي يعني من اللي بيحصل فيه نعم هتضغط الشعب الشعب الأوروبي طبعا البرد ذاك الأعليه والأكل غيره والتضخم ودي بلاد بذليل بساعتها نزل ولا أنت بش معايا لا أنا معاك إن السياسة هي اللي هتحل هذه الحرب وقريبا جدا هتسمع عن حل سياسي شوية آه بس مش حيرضي اليسار ما هو دا الحلم الأمريكي عرف الحلم الحلم ما هو مش حيرضي اليسار كان كنت رديته عن 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 اتفاقية السلام في 77 دا انت رديته عنها مؤخرا بعد 50 سنة احنا مرضناش على فكسي مين قال لك كمان طيب آه طبعا يعني سينا رجعك والمصيرين بيحتفلوا والكرامة والهامة عالية لكن وانتو مش مختنعين طيب خلاص خليكم مش مختنعين معشان كده بقولك هو فيه حل سياسي بس لن يرضي اليسار أنا عارف يعني أنا بس بيصعب علي وانتو عايشين في وهم اسمه القوة الأمريكية لا 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 احنا لسنا في وهم احنا عايشين في نظام عالمي نحترم ونجله ولا نتخطى بير مصرف بيكم في الجزء الآخر من العالم فيه ناس ثانية بتفكر بطرية أخرى وبتوقف أمريكا عند حدها وما فيش دقاء نتكلم أمريكا وقف عند حدها بالقانون أمريكا لا تتخطح ضدها لا 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 ما عندكوش قانون ما عندكوش قانون لا لا دياتي اتعامات أنا أرفضها أمريكا دولة قانون وتحترم القانون أنا أرفض كل كلام سياسك طيب خلاص برحتك يعني هو برحتك انت أقول لأنت عايش انت يسار يا أستاذ دازل تبقى ضدي أنا عارف لا مش تبقى كم اليسار واليمين والكلام ده ما بتقوش الموضوع ده انت يسار أنا شايف وشك والتده يغاية مش عايزك لا مش بغاية الخال قبل عجز ده أنا بابتسم أهو أنا بابتسم وبدحك أهو لأن أنا عارف رأي اليسار دايما لو جبت رأي اليسار في فرنسا وألمانيا هتلاقي مخالف للرأي النظام العالمي عادي احنا متوقعين ما احنا انت عارف خلي بالك بايدن هنا بيمثل ايه خلي بالك يا أستاذ هاي بايدن بيمثل اليسار الأمريكي ما انت مش واخد بال انت بتنتقد نفسك طب صدقني ما يخصني رأي أمريكا بحاجة لأن عارف ان أمريكا لا تبحث إلا عن مصالحها وإنها تكون الدولة الأولى في العالم وروسيا ما تمحس عن مصالحها يعني روسيا الملاك اللي بيرفرف ببن حد لا لا ما ليه بس روسيا لما 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 بتدافع عن أراضيها وكد بلك أراضيها ازاي انت خلتها أراضيها منع الدخول استنى بس هي منع الدخول أيوة أنا مش عادة أقولك ان أوكرانيا دي اللي عملها كروشور لأنه هو كان منها ثانية واحدة بس عشان بس الناس ما تفهمش غلط يا أستاذ زيني من تصريحاتك برضو يعني الاتحاد بيس اتحاد الجمهوريات اللي عمله عبد الناصر سوريا ومصر والسودان أو ليبيا أو سوريا ومصر وانفصال معناها إن أنا ممكن أروح واحتل لسوريا وأقول لا دي كانت أراضينا لا طيب كان فيه اتحاد سوفيتي أيوة بس أنا عايزة أفهم الناس اتحاد سوفيتي مكون من كذا ومقاطعة وكذا ولاية وكذا دولة القصة دي بالضبط زي ما في واحد وعشرين ثانية واحدة بس في واحد وعشرين دولة ومقاطعة وانفصلوا عن روسيا مش أوكرانيا بس ماشي أحنا بقوليش لا طيب أحنا بقوليش لا إنما أوكرانيا أصلا كانت أراضي روسية تاني وسموها ليه أوكرانيا وسموها ليه إنها كانت ليه حكومة وكانت مستقلة وكانت مقاطعة مختلفة عن روسيا وموسكو ما هو أنا يا أستاذ هاني ما أنا مش أقول يعني أنت ضمتهم كده وخليتهم أرض واحدة بلا مبارك بلا أستاذين يعني فيه حاجات برضه ضد المنطس أنا أقولك إن كل من فصلوا كانوا بلاد قبل كده وكذا الحدثتك تمام وعلى فكرة ده تقسيم برضه خلاص هو سنختلف لكن ممكن أن نتفق على ترامسة المفاوضات لما لما يبتدي العرض السياسي يحل أكيد أنا أكيد يعني هيبقى فيه برضه منوشات بس هتبقى أخف من حالة الحرب أكيد كلمة لأولي هتكون لروسيا بس اللي أنا عايزة نبهولك إن اليسار الأمريكي هو الآن الذي يحكم المتس أعيز أقولك حاجة ما أنا بقولها لك مش اليمين الأمريكي اليسار الأمريكي هو اللي بيحكم فأنت ضد نفسك لا مش ده مش يسار أصرم وده يسار أمريكاني وقد تبقى لك مخشوش آه يسار مخشوش طيب ماشي أساس هالي يعني خلاص إن عرفت رأي كلناس المشاهدين عرفوا رأي خلاص اليسار له رأي الحمد لله صالد يعني لكن هو في الآخر السياسة متفقين في حالة واحدة إن السياسة هتحل الموضوع هتحلها بقى وجهات نظر لما نقضى على الترابيزة ونطفهاه مش كده بعد التصرف بس لما نيجي نقضى على الترابيزة أكيد يعني ربنا يديك ثلطة العمر وبرضو نتناقش حوالي هذا ده هاي ما تقلقش حالحا يعني تمام